أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستعانة بشركات القطاع الخاصة في إدارة وتشغيل المطارات لتحسين الخدمات وزيادة الإدراضات جاء ذلك خلال اجتماعاً أقده مدبولي لاستعراض استراتيجية تطوير المطارات المصرية حيث أشار إلى ضرورة مواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع تيران المدني بما يسهم في الارتقاء بوضعيته التنفسية إقليمياً وعالمياً وبما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة ولا سيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل